في الثاني والعشرين من أذار الماضي انتخب الأردنيون ممثليهم في مجالس المحافظات والمجالس البلدية للمرة الثانية وخلال خمس سنوات من هذه التجربة الإصلاحية مرت مجالس المحافظات وقانونها وصلاحياتها وآلية تشكيلها بمراحل عديدة وتحديات متنوعة منها آليات تمويل المشاريع وإحالة عطاءاتها هذه الإشكاليات أعادت الملف إلى السطح من جديد تأخير في طرح العطاءات سلطات مركزية في الموافقات والدعاءات بنقص في الكادر الهندسي للوزارات المعنية يفضي لتدخل مكاتب مدنية لتقدير قيم العطاءات هذه أبرز ملاحظات مجالس المحافظات في تجربة المركزية الحديثة على الإدارة الأردنية هذه التعليمات الموجودة في مجال طرح العطاءات تؤدي إلى ارتفاع تكليف العطاء فمثلا عطاء لست غرف صفية في إحدى المدارس في الجنوب ومدرسة أخرى بالوسط تكلف الغرفة الواحدة 115 ألف وهي على أرض الواقع لا تكلف سوى 12 ألف إذن هناك عملية احتيال قانونية تمارسها بعض المكاتب الهندسية وبعض الشركات على الحكومة لذلك كان لابد من وضع حد لهذه العملية غير السليمة التي تؤثر على موازنة الدولة نحن كمجلس محافظة لسنا معنيين لا بطرح العطاء ولا كذلك بالقيمة التقديرية للعطاء نحن فقط نوني الاهتمام بالاحتياجات وهناك الجهة المعنية في طرح العطاءات إما من خلال وزارة الأشغال وهي المعنية رقم واحد وكذلك بالدوارة المعنية كذلك من حيث إعداد اللجان لهذه الغايات لا علاقة لنا مجلس المحافظة بعد قرار الموازنة في طرح العطاءات هناك في لجنة فنية من خبراء من الوزارات ومن خبراء من المهندسين هم يتم طرح العطاء بعد استدراج العروض وبالجريدة الرسمية يضاف إلى ذلك موازنات تقر ولا تصرف وأموال تعود للخزينة وطالما أن الهدف من اللامركزية هو إعطاء دور أكبر للمواطن في صنع القرار التنموي تطالب مجالس المحافظات بتحويل موازناتها إلى حسابات خاصة لترسيخ مبدأ الاستقلال المالي كانت الموازنة قيمتها قليلة جدا قيمة الموازنة كانت 6 مليون وثماني بالعشرة أنجزنا الكثير من المشاريع لكن بعض المشاريع لم تنجز والمشاريع التي لم تنجز لغاية الآن مخصصاتها سترجع إلى الموازنة العامة في بعض المشاريع لا زالت معلقة وإن شاء الله سيكون لها تنفيذ لكن قد يترتب على هذا التنفيذ الذي هو بعض الديون على موازنة مجلس المحافظة لعام 2023 الأموال تعود إلى خزينة الدولة إلى دائرة الموازنة العامة حيث كان نسبة الإنجاز العام الماضي من مجموع 130 مليون 48 بالمئة فقط نسبة الإنجاز في حين أن نسبة الإنفاق الفعلي كانت أقل من ذلك بحدود 35 إلى 36 بالمئة مما يؤثر سلبا على هذه المشاريع التي تقرها مجالس المحافظات فصل العلاقة بين مجلس المحافظة المنتخب والمجلس التنفيذي لجهة منح مجلس المحافظة صلاحيات الرقابة على المجلس التنفيذي أمر قد ينهي ضبابية المشهد ويفكك خيوط الإجراءات التي لا تحتكم لمعايير عالية من الحوكمة والشفافية في طرح العطاءات ويبقى السؤال هنا هل يمكن أن تطوى هذه الصفحة في قادم الأيام بعد تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ العطاءات والمشاريع بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية